فازت الجزائرية زهي بن قارة مرشحة حركة مجتمع السلم برئاسة بلدية شيقارة بولاية تمسيلة شرقية الجزائر كأول سيدة من الثيار الإسلامي تصل إلى هذا المنصب في تاريخ الجزائر وانتزعت الأستاذ بن قارة منصب رئيس البلدية بعد منافسة قوية من مرشحي الحزب الحاكمي جبهة التحرير الوطني وحزب رئيس الوزراء التجمع الوطني الديمقراطي واستطاعت أن تكسب حزبها حركة مجتمع السلم أغلبية أصوات الناخبين في هذه البلدية وتعد هذه المرة الأولى التي تفوز فيها مرشحة حزب ينتمي للتيار الإسلامي برئاسة بلدية في الجزائر التي نادرا ما تتصدر فيها النساء القوائم الانتخابية بسبب جملة من الحواجز الاجتماعية والنفسية والقبلية خاصة في الولايات الداخلية وعقب فوزها برئاسة البلدية قالت زهية إنها ستعمل على تحقيق أهداف برنامج التنمية الذي وعدت به الناخبين خلال حملتها كما أنها ستسعى إلى تقديم صورة طيبة عن قدرة المرأة الجزائرية على إدارة شؤون البلديات وفازت حركة مجتمع السلم برئاسة 49 بلدية كما نالت 152 مقعدا في المجالس الولائية وهي نتائج تفوق ما حصلته في آخر انتخابات محلية عام 2012 وبالرغم من تمكنها من زيادة مقاعدها في المحليات بنحو 30% عن آخر استحقاقات أعلن رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة اعتزامه تقديم عدد من الطعون أمام المجلس الدستوري بسبب ما وصفه بالتزوير الذي شاب عملية الانتخابات في بعض البلديات معتبرا أن نسبة المشاركة المعلنة عنها من قبل الداخلية الجزائرية مبالغ فيها من ناحيته قال الأمن العام لحزب تجمع الوطني الديمقراطي رئيس الحكومة أحمد أيحيا إن حزبه سيقدم طعونا مرفقة بملفات موذوقة وبالمحاضر عما وصفها بالتجاوزات والخرقات التي تعرض لها وحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على المركز الثاني بعد جبهة التحرير الحاكم بواقع أربعة وواحد وخمسين بلدية من أصل ألف وخمسمائة وواحد واربعين بلدية في الجزائر وكان وزير الداخلية الجزائرين نور الدين بدوي قد أعلن مساء السبت أن نسبة التصويت النهائية في الانتخابات البلدية بلغت 42.92% بعدما ظلت إلى ما قبل ثلاث ساعات من إغلاق التصويت في حدود أربعة وثلاثين في المائة وسجلت انتخابات المجالس البلدية والولائية في عموم الجزائر عزوف سبعة وخمسين في المائة من الناخبين المسجلين على اللائحة الانتخابية عن المشاركة من أصل 22.3 مليون الناخب